سفيرة سويسرا والبرازيل المسؤولان عن الملف الإنساني السوري أكد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في سوريا عاقب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الممثلة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة السفيرة باسكال بيريسيول أكدت أن سويسرا والبرازيل العضوان غير الدائمين في المجلس دعياء العقد اجتماع للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن من بداية الأسبوع المقبل للاستماع إلى تقييم منصق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة من جهته قال سفير البرازيلي رونادو كوستفيلهو إن الاحتياجات والأليات الإضافية التي يمكن أن يناقشها مجلس الأمن ستعتمد على تقييم الوضع الملموس في سوريا هذا وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن منحة نظافية قدرها 25 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا